اشتركوا في القناة ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بعدما تواجد في المونديال نجم مهدد بالغياب عن معسكر المنتخب المغربي المقبل يترقب النجوم المغرب القائمة الخاصة بالمنتخب الوطني في المعسكر المقبل الذي سيعرف خوض مبارتين والديتين أمام كل من البرازيل والبيرو وأكد موقع سيس أنفو أن جل اللاعبين الذين كانوا في كأس العالم قطر 2022 سيتم استدعائهم للمعسكر القادم بعدما نالوا ثقته في الاستحقاق المنصر وتبع أن اللاعب الذي يبقى مهددا بعدم التواجد في المعسكر المقبل هو حارس مرمى الويداد رياضي أحمد ريد التغنوتية بالموازات مع تألق حارس مرمى رجاء رياضي أنس زنيتي الذي يبقى الأقرب للتواجد في المعسكر ويعاني تغنوت في الفترة الحالية من سوء النتائج معانا دي الويداد ما يعرض الفريق للانتقادات بداية من المدرب التونسي المهدي النفطي إلى اللاعبين بلاغ عاجل جامعة القجع توجه رسالة عاجلة إلى الفيفا بالسبب إبراهيم دياز وفق إبراهيم دياز لعب ميلانا الإيطالي لكرة القدم على اللاعب للأصود بعدما تمكن الناخب الوطني وليد راقراجي من إقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربية خلال اجتماعهما في الأسبوع الماضي وباشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراءات تأهيل إبراهيم دياز لعب ميلانا الإيطالية من خلال استخلاص رخصة من الفيفا لتغيير جنسيتها الرياضية وبالتالي سمح له بالدفاع عن قميس المنتخب الوطني بعدما سبق له لعب للمنتخب الأسباني وتابع الناخب الوطني وليد راقراجي يوم الثلاثة الماضي مباراة ميلانا الإيطالية ضد تغيير جنسية برسم ذهاب التمن نهائي دور أبطال أوروبا والتي تمكن خلالها إبراهيم دياز من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء وكشف مصدر المسؤول أن الناخب الوطني وليد راقراجي يرغب في البحث عن لاعب جدد خصوصا على مستوى خط الهجوم لخلق تنافسية أكثر على المستوى الهجومي إذ بدى واضحا خلال منذ القطر معاناة النخبة المغربي على مستوى الشق الهجومي لعدم وجود بودلاء في مستوى الأساسيين تجربة أربعة نجوم من المنتخب الوطني تفرض على راقراجي قرارا في دور دولية تابع الناخب الوطني وليد راقراجي يوم الخميس مباراة النصف النهائية التي جمعت أكاديمية محمد السادس بفريق جنراسيون فوت السينيغالي في الدورة الدولية التي تنظمه الأكاديمي والذي عرف مشاركة عدد من الأندية الأوروبية العريقة وحرص الناخب الوطني وليد راقراجي على حضور المباراة النهائية المذكورة من أجل رصد المواهب الواعدة على أمل تكرار تجربة اكتشاف أربعة لاعبين لمنتخب الأول الذين تخرجوا من أكاديمية محمد السادس وباتوا من أشهر لاعب كرة القدم في العالم ويتعلق الأمر بكل من نيف أكرد ويصفنصاري وعزدين أناحي تمرد التجنوتي وتعذر على أكاديمية محمد السادس بلغة نهائية المذكورة عقب خسرته أمام جنراسون فوت السينيغالي بدربة الجزاء الترجحية بعد انتهاء الوقت الأصل للمواجهة بدون أهدف وسيواجه الفريق السينيغالي في المباراة النهائية فريق الفتحة الرياضية عقب فوزي هذا الأخير على ستراسبورغ الفرنسي بهدف للا شيء وتعرف النسخة الخامسة للدورة مشاركة الفتح الرياضي وأكاديمية محمد السادس من المغرب وريال مادريد وريال سوسيداد من إسبانيا وبيئز في إندهوفن وفاينورد من هولندا وأولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا وستراسبورغ من فرنسا وأندرلخت من بلجيكا وغلاس كورينجرس من إسكتلندا وأكاديمية جنراسيون فوت من السينيغال المغرب يدفع مليار سنتيم للاتحاد البرازيلي مقابل مواجهة السلساو أفادت مصادر إعلامي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دفعت قرابة المليار سنتيم لنظيرتها البرازيلية وذلك مقابل الموافقة على مواجهة أصود الأطلس في مباراة ودية ينتظر أن تجرى يوم الخامس والعشرين من مارس المقبل بملاب ابن بطوطة بطنجا فيما شرطت الجامعة حضور جميع لعب المنتخب البرازيلي الأساسيين وفق صحيفة العربية الجديد فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وفق على مواجهة أصود الأطلس في مدينة طنجا شريطة الحصول على مبلغ مليون يورو مبرزا أن مصادر أخرى كشفت أن المبلغ يتراوح ما بين 700 و 800 ألف يورو واشددت الصحيفة على أن هذا المبلغ هو خارج تكاليف الترتيبات الأخرى المتعلقة بمقر إقامة بعتة وفد منتخب السلسة في طنجا وملعب التدريبات والتدابير الأمنية فضلا عن الترتيبات الخاصة بالوفد الإعلامي وتذاكر المباراة وموعد طرحها للبيع وكددت المصدر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة تسعى إلى تسويق مباراة البرازيل بشكل مثالي لقيمة المنافس ومكانته العالمية بغرض تحقيق أرباح مالية ورياضية كبيرة خصوصا بعد الحديث عن دفع مبلغ مالي للاتحاد البرازيلية مقابل قبل إجراء ودي الطنجا إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالجامعة الملكية قولها إنه أمر طبيعي أن يدفع منتخب المغرب مبلغا ماليا مقابل مواجهة منتخب أقوى وأفضل منه تصنيفا في الترتيب العالمي مضيفا أن هناك اتفاقا جرى توقيعه بين الطرفين وهما ملزمان بتنفيذها أما مسألة دفع مليون يورو للبرازيل أو أقل فإن الأمر جاري العمل عليه عندما يكون أحد طرفي المباراة منتخبا عالميا وفق المصدر داتي فإن المغرب الذي سيواجه كل من المنتخبين البرازيلي والبروفي يومي 25 وال28 من مارس المقبل كان قد فاوض قبلا الاتحاد الأرجنتيني أيضا على إجراء مباراة وديات إلا أن الصفق فشلت بالسبب رغبت كل المنتخبين في خوض المباراة بملعبه وأمام جماهيرها وأوضح المصدر أن المنتخبين اتفقوا مبدئيا على إجراء المباراة في 25 من مارس إلا أنهما اختلف على مكان إجرائها حيث تمسك الاتحاد الأرجنتيني بشرط استقبال أصود الأطلس ببوينسايرس سعيا منه إلى جعل ودية أصود الأطلس مناسبة للاحتفاء مع الجماهير الأرجنتينية في أول ظهور لمنتخب التانغو بملعبها بعد تتوجه بطلا للعالم على حساب منتخب فرنسا وقدت الصحيفة أن رد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جاء مخالفة لتوقعات الأرجنتينيين بعدما عبرت كذلك عن رغبتها في خوض مباراة الأرجنتين بملعب ابن بطوطة بطنجة نزولا عند رغبة المدير الفني وليد رقراقي الذي يريد أن يحتفي مع الجماهير المغربي أمام منتخب من العيار التقيل بعدما تواجد في المونديال نجم مهدد بالغياب عن معسكر المنتخب المغربي المقبل بلاغ عجل جامعة القجع توجه رسالة عاجلة إلى الفيفا بالسبب إبراهيم دياز تجربة أربعة نجوم من المنتخب الوطني تفرض على رقراقي قرارا في دور دولية ترجمة نانسي قنقر